فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف هو بالنسبة إلى ما كان يفعله بعض الأمراء وغيرهم في قيام الصلاة فإن منهم من كان يطيل القيام زيادة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات ويخفف الركوع والسجود والاعتدال فيهما عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات ولعل أكثر الأئمة أو كثيرا منهم كانوا قد صاروا يصلون كذلك الأئمة يعني أئمة المساجد ومنهم من كان يقرأ في الأخيرتين مع الفاتحة سورة وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الفقهاء وكان الخوارج أيضا قد تعمقوا وتنطعوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم هو كما سبق يجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين من كبار السن والضعفة وأصحاب الحوائج الذين تفوت حوائجهم بتطويل الصلاة أو ينشغلوا بتفكير فيها فعلى الإمام يراعي أحوال المأمومين ويرفق بهم هذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم والناس أحدثوا في الصلاة إحداثات ما ذكره الشيخ من أن بعض الأمراء كانوا يطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود وهذا خلاف السنة لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متعادلة فإذا أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم متعادلة أما أنه يطول بعضها ويخفف بعضها فهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إن من هؤلاء الأمر من يطيل الوقوف إطالة تشق على المأمومين ولكنه يخفف الركوع والسجود ومنهم من يقرأ في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة وهذا تطويل أيضا والواجب أن الإمام يراجع الأحاديث التي فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيصليها بمجبها كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أصلي فالذين رأوه بأبصارهم يرأ يصلون كصلاته التي شاهدوها والذين لم يروا بأبصارهم يصلون كما في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تذكر لهم صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كأنهم يشاهدونها فهذا هو المطلوب